المحور الأول، الاتصال بالوسط الدرس الأول، وظيفة الاتصال تنوع السلوكات وظيفة الاتصال وبنية الجهاز العصبي بنية النسيج العصبي البنية المجهرية للنسيج العصبي واحد نقطة المادة السنجابية اثنان نقطة المادة البيضاء ثلاث نقطة البنية المجهرية العصبي شوكي مفهوم الخلية العصبية الدرس الثاني الأفعال الانعكاسية إبراز الأفعال الانعكاسية بعض الأفعال الانعكاسية عند الإنسان إبراز حركة انعكاسية لدى الظفدع دراسة تجربية للحركة الانعكاسية تحديد العناصر الضرورية لحدوث الفعل للانعكاسي بناء القوس الانعكاسي الدرس الثالث دراسة احساس شعوري البصار بنية العين وصف البنية الخارجية للعين البنية الداخلية للعين مقطع امامي خلفي للعين تكون الصورة في العين دور العين في تكوين الصورة بعض العيوب الوظيفية للعين مقارنة قصر البصر بطول البصر آلية الإبصار تحديد العناصر الضرورية لعملية الإبصار المحور الثاني وظائف التغذية الدرس واحد الهضم نوعية التحول الهضمي للأغذية أهمية تفتيت الأغذية أهمية العصارات الهاضمة تفسير دور العصارات الهاضمة تيك العاب الجهاز الهضمي بنيت الجهاز الهضمي مراحل تبسيط الأغذية بمفعول العصارات الهاضمة الامتصاص المعوي خصائص المعي الدقيق الملائمة للامتصاص مسار المغذيات الخلوية خلال عملية الامتصاص الدرس اثناني دراسة الدم مكونات الدم وصف البنية المجهرية للدم مشاهدة سحبة دموية غير ملونة مشاهدة سحبة دموية ملونة إبراز وجود سائل البلازمة تركيبة البلازمة الدرس ثلاث وظيفة الدوران المظاهر الخارجية لعمل القلب العلاقة بين بنية القلب ودوره البنية الخارجية للقلب وللأوعية الرئيسية البنية الداخلية للقلب مقطع طولي للقلب مسارات دوران الدم في الجسم الدورة الدموية الصغرى الدورة الدموية الكبرى مفهوم الوسط الداخلي الأقسيم السائلة في الجسم الدرس أربعة التنفس الحركات التنفسية والإيقاع التنفسي الحركات التنفسية عند الإنسان الإيقاع التنفسي آلية الحركات التنفسية بنية الجهاز التنفسي التبادلات الغازية في مستوى الرئتين مقارنة هواء الشهيق وهواء الزفير مقارنة دم الشريان الرئوي ودم الوريد الرئوي دور الدم في نقل الغازات التنفسية التنفس في مستوى الأعضاء مفهوم التنفس الخلوي العلاقة بين التغذية والتنفس الخلوي الدرس خمسة وظيفة الإخراج وظيفة الإخراج البولي إثبات ضرورة الإخراج البولي مقارنة تركيبة البلزمة وتركيبة البولي بنية الجهاز البولي البنية الخارجية للجهاز البولي البنية الداخلية للكلية البنية المجهرية للنسيج الكلوي دور النيفرون في تكوين البولي مراحل تكوين البول المحور الثالث التكاثر والصحة الإنجابية الدرس واحد النصج الجنسي والجهاز التكاثري مظاهر النصج الجنسي مفهوم البلوغ الجهاز التناسلي عند الإنسان بنية الجهاز التناسلي عند الرجل بنية الجهاز التناسلي عند المرأة الأمشاج الخلايا الجنسية الدرس اثناني، الدورة الجنسية عند المرأة المظاهر الخارجية للدورة الجنسية النشاط الدوري للمبيض النشاط الدوري للرحم آلية الدورة الجنسية تعرف بنية المبيض والتغيرات الدورية به تعرف بنية الرحم والتغيرات الدورية به العلاقة بين المبيضين والرحم درس ثلاثة الجنين المراقبة الصحية للحمل الأخصاب عند الإنسان مراحل الأخصاب التعشيش تبين دور المشيمة المراقبة الصحية للحمل الدرس أربعة تنظيم الولادات الطرق الطبيعية لمنع الحمل الطرق الاستناعية لمنع الحمل طرق منع الحمل بالأقراص استعمال الآلة الرحمية طرق منع الحمل بصفة نهائية